بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مجموط الفيديوات بتاعتنا. ايه اللي بتدينا فيها في السلسلة الاخيرة. وهنتكلم دلوقتي على اللي تسيل شامبر كونسنتريستي. ايه الاسم الغريب اللي اغرب من اللي فات كمان? طب اللي تسيل شامبر عرفناه في الفيديو اللي فات اللي هي منطقة او البيت الحشو او بيت الميكانيكال سيل. المرة اللي فاتت قلتلنا وفهمناه. طب ايه بقى للكونسنتريستي? تعال نشوف. اتكلمنا عالشافت اندي بلاي والشافت ران اوت دولي كانوا سهلين قوي. وتكلمنا على السيل شامبر سكويرنس باردو كانت سهلة. والبيرنج كليرانس ريديال كليرانس. فاضل لنا. ايه يا عم ده? تعالوا نشوف يا جماعة. بنتكلم في نفس المنطقة. اللي خاصة بالفيديو اللي فات. اللي هي المنطقة المحصورة ما بين البييرنج هاوس وضهر الكيسنج. المنطقة دي اللي بيركف فيها الحشو او اللي بيركف فيها الميكانيكالسيل. طيب. نقول المرة دي هناخد الخط الموازي. شايفين? احنا فين? المرة اللي فاتت خدنا الخط العمودي على محور الدوران. المرة دي هناخد الخط الموازي لمحور الدوران. ايه ده? شايفين كده? الساعة قاعدة فين? الساعة قاعدة في خط على المنطقة الافقية وليس المنطقة الرأسية. مرة اللي فاتت كت قاعدة على المنطقة الرأسية. بتلمس في الرأسي. فكنا بنتحرك يمين وشمال? المرة دي هنتحرك على المنطقة الافقية. تعالوا نشوفها. لو ده محور الدوران وده الخط اللي قلنا عليه. ايه اللي هيحصل? ان الحلقة السابتة هتركب في الغطة اللي هيركب في المكان ده. فلو عندي الغطة ده طلع فوق او نزل تحت. ليه? نتيجة ان المنطقة الدايرة اللي هو الساعة هتلف عليها دي مش مظبوطة. فلو طلع فوق او نزل تحت فاصبح حلقتين الميكانيكالسيل مرحلين عن بعض. اصبح منطقة التلامس مش مظبوطة. مش سنتر تو سنتر فيهم فيهم حلقة اعلى من التانية. فاصبحت هيلمس بجنب. ففي الحالة دي الميكانيكالسيل ما اصبحش في مكانه مظبوط. فده مش كويس اه ده مش كويس طبعا. ليه? لان العمود هنا ممكن يخبط واحدة فيهم. ومنطقة التلامس اصبحت مختلفة غير المصمم عليها الميكانيكالسيل. طيب نشوف كده. ايه الايميل مسموح بيها? انا هلف العمود لفة كاملة مش هجيبه مين وشمال. خمسة من مين. طب تعم بص? احنا اولتلكوا المرة اللي فاتي. لاحظوا الموضوع ده قوي. مرة اللي فاتي كنا بناخد فين? كنا بناخد الخط الرأسي مش ده. فقادي عندنا لو قادي المضخة هي خدنا الخط الافقي اهو. عايزين نعرف الفرق? نبص على الفيديو اللي فات. شايفين كده? موازي للعمود. المرة اللي فات كنا واخدين الخط العمودي على محور الدوران. المرة دي هناخد الموازي المحور. ونتأكد انه فعلا موازي المحور الدوران. اهو. هو ده. وقادي محور الدوران. موازي ليه. هنلف لفة كاملة. لف العمود لفة كاملة ونسجل قراءة الساعة. اهو? طيب. قلنا كام? خمسة من مية. خمسة مية دي رقم يكاد يكون متفقين عليه. ونشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي غيري. اشتركوا في القناة